طيب قطع نظر يعني شنو نجم يسير من جلائم لكن بلاد فيها شخصية جامعية يعني من المناسبة معناتها اشتغلت حتى على التنقيح لمجالة الجرائيلة الجزائية اللي هو مشروع كبير استغلوا عليه مدة خمسة سنوات والذي لم يرى النور يعني يتهم بتسهيل فرار وشفرة حلاقة عبث جنون قصة غريبة ما تتحكيش ما تتعديش شنو قاعد صاير فعليا معناتها في الدولة هذي اللي قاعدة تفقد عقلها لانو فما عقل في نهاية الامر يدير العملية كل يعني المنوب الفرشيشي بشي سهل الفرار لشكون للإرهبيين الخمسة اللي خرجوا والطوم ما نعرفوش عليش خرجوا وشكون هربهم وكيفيش هربوا شنو هذي قصة جنون يتبعه جنون 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 فما حددنا من الدولة هذي لازم ما تحترمنا وتحترم مقاماتنا وليسامبول معناتها اللي موجودين اجتماعيا من جمش يكون شخصية بالمعنى هذي تتحط إنها معناتها التحال وثم انت كأحلته وقعد تتحقق معاه واتهمته بالتسهيل فرار عنش موقفتوش خسالة هي موقفة كنتي قانوني أرتوديكسي في القانون ومبرسي بتوقفو ماذا بو هو مساهم معناتها في تسهيل الفرار لكن انت شنية الإثارة في العملية حسب رأيي لأنه صعب جدا قراءة الجنون من أصعب ما تنجم تتخيله بذلك إنه وقتل تفقد السلطة عقلها وتقعد تناقش في عملية بعلقة بالجنون أنا أعتقد أنه اليوم المعنيين بالأمر هي قطاع كابل هي المحامات هي محاولة إخماد أي صوت ما يكبر فيه عندنا حد رأوا فلان فلاني ونعديوه بيتهم ما تتخيلهاش في ذهنكم تسهيل فرار غدوة تكوين وفاق أبرتو داخله في وسط سياق متع قضية التآمر لعشرة أشهر وفم قيادات سياسية نعرفوهم حياتنا معناتها يخدموا في السياسة واحد كما عصام الشابي ولا واحد كما غازي الشويشي حياتهم كاملة يعملوا في السياسة يوليهم متهمين بالإرهاب وفي سياق آخر هني قلت لك يحبوا يقنعونا بطريقة ما إنه فم خمسة إرهابيين خرجوا من أخطر إرهابيين خرجوا من السجون ولا حدود هذه اللحظة لا نتعرف على الحقيقة فبالتالي الرسالة واضحة هي رسالة سياسية ليست قانونية الموضوع ليس قانوني بالنهاية الرسالة من إيقاف أو من إحالة البشير الفرشيشي هي سياسية وذلك عليش ما قدموش أكثر وقفوه لأنهم يعرفوا في عملية إيقاف شخصية من نوع هدية كأن الرسالة السياسية ربما تنقلب عليها فبالتالي قرصة وضن من السلطة كما قرصة وضن تعوضع جملة من المعارضين في السجون وقراءة الأحداث في كليتها هذا ما يحدث الآن في تونس والمعنيين هي كل صوت حر وكل شخص يعني يمكن أن ينتقد السلطة فتضامن المطلق كذلك ما ننسيش مع المنوبي الفرشيشي وضربه هو ضربنا نحن جميعا محامين أو كل صوت حر ضد هذه السلطة القائمة